بداية حلقة النهاردة من عند الإيجيبشن كينج من عند أبو صلاح حاجة مبهرة الحقيقة يعني بص هلند عمال يضرب هاتريك في هاتريك بس برضو فرحتك بصلاح حاجة تانية بصراحة ومستوى عظيم بيقدمه محمد صلاح وقمة في الندوج الحقيقة ده على المستوى الفردي والتكتيكي والجماعي أرنيس لوت يقود ليفربول للفوز على منشاستر يونيتد بقيادة تنهاج مدرب هولندي قدام مدرب هولندي ملعب الأورترافور 3-0 مطشي كان ممكن يطلع أكتر من كده بكتير وده كلام محمد صلاح لما تسأل قال لك أنا فجأت من المطشي كان سهل مساحات كتيرة جدا في الملعب كان ممكن يساكل أكتر من كده وده يدل أن كان فيه خلل تكتيكي واضح وكبير قوي عند إيريك تنهاج والحقيقة مش كازاميرو بس اللي يشيل الليلة ده كازاميرو وليساندرو مارتينيز وقابليهم إيريك تنهاج ومشاكل في الطلوع بالكرة وفبرون وفرنانديس ما بينزلش يطلع وليساندرو مارتينيز لوحدة وجماعة عامل حوالي 3-4 ميس باس في أماكن مؤسرة جدا كازاميرو بالتأكيد عنده مشاكل وهو على الكرة فرقت معاه جدا قدام ضغط عظيم وجبير وقوي جدا جدا من أرني سلوت أرني سلوت مبارح بعد المطش تسأل قالوا له أنت درست منشاستر ينادي رجل يتكلم ما تكسفش قال له مثلا فات كانوا بيدغطوا بالطريقة دي السنة دي بيدغطوا 4-4-2 وقال كل التفاصيل الفنية كده على الهوى عادي الرجل ما كانش عنده يعني غضضة أنه يتكلم ولكن في الآخر الحقيقة جيم كبير جدا جدا من ليفر بول أرني سلوت بدون أي صفقة في الملعب لمدة 3 مطشات قادر يوريك نسخة محترمة كان أول اختبار هو اختبار ضد منشاستر ينايتد وقدر يعمل جيم ممتاز على سبيل الضغط على سبيل الشغل الدفاعي على سبيل الكواليتي إزا أستغلها وهنا نقطة مهمة جدا رايان جرافنبرغ نجم منتخب هولندا الراجل اللي كان موجود السنة اللي فاتت مع يورجين كلوب وكان لعيب عادي في القائمة تقدر تقول عليه صفقة ليفر بولي الأديمة الجديدة أو نفض التراب كده من على الراجل عشان يبقى واحد من نجوم ليفر بول في آخر 3 مبارياته على مطشنبرح تحديدا هنحط محمد صلاح على جنب نظرا لقوة الأرقام والمرضود الهجومي لكن جرافنبرغ كان نجم نجوم ليفر بول في مطشنبرح معدلات جارية مرعبة قوة في الضغط والاستخلاص وضعيات جسم في نص الملعب بتخليه طلع الفرقة بالكورة مفيش أعظم وأجمل من كده حقيقة برافو أرني سلاطع اللي بيعمله مع جرافنبرغ ليفر بول داخل الموسم وكل العالم بيقول الفريق محتاج هولدنج ميتفيلدر لعيب رقم 6 ما عندوش غير وطارة إندو ماك أليستر ما بيلعبش ده كويس فجئنا إنه وظف جرافنبرغ في المركز ده وخلى الرجل ده يلعب ومتقلق بشدة قدام إبسويتشتاون قدام برينفورد ثم قدام منشستر يونيتد قدام فريق قوي قدام فريق تنافسي بالتأكيد بيورينا نسخة لدرجة إنه وطارة إندو ملعبش مطشن وارا بعد فمعنى كده إنه هو خلى مركز جديد فرق مع الفرق أكويس قوي وبالتأكيد اللي بيعمله كمان مع سوبسلاي واحد من نجوم الفريق تعالوا نروح لبعض الحالات الفنية ونشوف المشكلة كانت فين هي المشكلة في كيزيميرو ولا في جرافنبرخ اللي كان جامد جدا ولا المشكلة عند ليساندرو مارتينيز ولا إيه الأخبار تعالوا نشوف الحالات الفنية شكل فرقة منشستر يونيتد وها بتطلع بالكورة جماعة خليها نقول كورة مع دي لخت جنبه ليساندرو مارتينيز اللي في النص ده الأسماء مكتوبة مينو جنبه دالوت دالوت ده الباك الشمال داخل في العمق وطبعا تحت نصير مزنوي وشباين فأنت بيعمل ثلاثة في الخط الخلفي واثنين في القلب بص صلاح وصوب صلاي قفلين إزاي على الاثنين دول أنت بتدخل اثنين بتدخل الباك في النص عشان أقفل فكيزيميرو واخد خطوتين على أمل أن الكيزيميرو هو اللي يستلم الكورة ويبدأ يطور الهجمة تعالوا ناخدت شكل عشان هنا نقطة مهمة جدا بص الضغط بقى لويس دياز قدام نصير مزنوي دي يجو جوتا دي لخت هنا كوبي ماينو مدغوط عليه بص الكزيميرو هيبدأ يجيله جرافنبرخ روح لله وراها أتلاقي جرافنبرخ جاي كمل اللي وراها كمل كمان واحدة عشان هتلاقي جرافنبرخ في الكرة اللي جاية دي واحدة بيقطع من كزيميرو ده الراجل اللي كنت بقول لحضراتكم عليه هنا هو طالع هو وصوب صلاي يضغطوا من قدام واللي مأمن ظهرهم تحت اللي هو ماك أليستر تعالي ناخد الصور خلينا أقول لحضراتك إن جي الراجل أيريك تنهاج قالك والله إحنا كده عندنا مشكلة طب حرجع كزيميرو خطوتين لتحت وخليه بقى بين الاتنين المساكين فيبقى عندي دي لخت كزيميرو ومعاهم كمان لساندرو مارتنيز تلاتة والاتنين اللي في العمق مين أما دخل نصير مزراوي نجم المغرب ناحية الباكرايت دخله تاني في العمق فحتلاقي نفس الشكل إيه فيه اتنين برضو في ظهرهم قفلين كمان على الراجل زيركزي عشان ينزل استلم الكورة ومديقين المساحات وصلاح رايح ناحية الخط خالص قافل على الباكليفت تعالي ناخد الصورة اللي وراها بص بقى هنا ده شكل إن أشكال الضغط في الشوت التاني كوبي ماينو هنا بعد ما خرج بين الشوتين كزيميرو كوبي ماينو اللي بيقوم بالدور بتاع كزيميرو يلا بقى نكمل الهجم هيتضغط عليه بص ماك أليستر والضغط والقوة بتاعة فرقة لفيرتول في الضغط هتلاقي بالكورة هيروح ياخدوا الكورة وياخدوا الكورة وكورة دي بتتحول جون بتاع محمد صلاح الجون الثالث هيتحط الكورة لسوبوسلاي أول ما بتخطف الكورة هنا وطبعا فينش عظيم من محمد صلاح وان تاتش في الدايقة الراجل ما بيهزرش جون الثالث بس جاي منين الجون ده جاي من الضغط وتعالي بص هنا بقى جرافنبرخ بيعمل ايه الراجل اللي عليه الدايرة دي جرافنبرخ مال بجزعه كده ام قطع الكورة الله يما سيب الخير محمد شوقي نجم منتخب مصر كان بيمين بجزعه كده تحسه ضل من الملعب جرافنبرخ عمل الحركة دي ممتاز أخد الكورة طلع بالكورة جرافنبرخ حطها لصلاح صلاح عمل يعني عرضية بلسم برجليل يمين واللي اتنين طلعوا مع بعض لويس دياز سجل الجون الاول يبقى الجون الاول من قطع من نص الملعب الجون التالت من قطع من نص الملعب وكمان الجون التاني من قطع من نص الملعب آه فيهم اتنين من كازاميرو وفيهم واحدة من كوبي ماينو يبقى الاتنين محورين الارتكاز بتوع منشستر يونيتد اتضغط عليهم جات منهم الكورة القصة كلها في ايه هتلعب بتلاتة في الخط الخلف وتخليه اتنين في العمق انا هضغط عليهم ما جيب منك الكورة مرتين جرافنبرخ مرة مرة يروح ماك ألستر مرة هتلاقي صلاح نفسه بيضغط وحوريك بقية الحالات لان حتى مسكين منشستر ونوات الفرق كلها هنجت في لقطة على اليمين كده كازاميرو راح ولف بصوبصلاي لف في التانية ساب الكورة وقف الراجل هنج من كتر الضغط اللي كان بيتعمل من فرقة ليفر بول خلت لعيبة منشستر تهنج حرفيا تعالوا نكمل دي الكورة تقطعت من ليفر بول ضغط عكسي اميديت ضغط عكسي يعني أول ما حقطع الكورة حاجة يجيبها من نفس المكان كازاميرو وبص لويس دياس وده اللي تقدر تلوم عليه كازاميرو لويس دياس في ظهره حط الكورة قام جاي لويس دياس واخد الكورة من ظهره حيروح بعد كده يديها لمحمد صلاح والحقيقة جمال وحلاوة أسست صلاح هنا يا جماعة حطها بوش رجلو الخارجي بص المساحة بين الاتنين حطها زي البلياردو كده عارف لما تعدي كورة البلياردو بين الاتنين اللي هي بيقوله عليها تريفيلة اللي هي بتتسمى كده بره حطها بوش رجلو الخارجي لويس دياس وان تاتش بيمينه كورة الجون تعالى يبقى إذن التالت جوان من ثلاثة تيرنوفر على فرقة منشستر نايت ده بعد الجون التالت على طول كورة بتتلعب ترجع لليساندرو مارتينيز وعد معايا بقى غلطات لليساندرو مارتينيز لأن الكازاميرو بيشيل الشلة لوحدة هو لازم يشيل بس مش لوحده بصر كورة اللي هيعمل كورة تلعب العرض على طول محمد صلاح ياخد الكورة ودي كورة اللي صلاح رقص وشاط فوق لساندرو مارتينيز مرة تانية عايز يسلم كوبي ماينو هيلعب الكورة هيطلع له جرافن برخ من تحت الأرض يخطف الكورة تتقلب تاني على منشستر يونيتد هاتل اللي وراها لساندرو مارتينيز تاني هيلعب الكورة قصيرة لبروني فرناندز هياخدها جرافن برخ مرة كمان ويروح تبقى الكورة لليفر بول شوف كم مرة قدر ياخدوا الكورة منهم لحد هنا ده الجزء او الشق اللي ليه علاقة بالجزء الدفاعي لفرقة ليفر بول الضغط العالي المحكم دور جرافن برخ الممتاز في الضغط في ظهر محمد صلاح خاصة النحية دي والتريكة اللي عملها في أرني سلوت انه هو حتى بيهاجم كان بيخلي سوبوسلاي يروح نحية الشمال عكس المباراتين اللي فات تعالى وريق بقى جرافن برخ اللي تغير مركزه اللي كان بيلعبه أصلا في آيكس لعيب محور ارتكاز ولما جي لعب مع يورجين تلوب كان بيلعب ارتكاز مساني بيلعب رقم 8 يعني الراجل ده لما تحط في رقم 6 وهو فيه هارموني كبير جداً بينه بن ماج أليستر إزاي بيبدله الأدوار الراجل بيطلع نار من بقه وحل جزء كبير من المشكلة وهنا الكريدت والرصيد يروح لأرني سلوت لأن المدير الفني اللي عنده مجموعة لعيبة وما جابلوش حد في نفس المركز ده هو اللي اخترع المركز ده لجرافن برخ والحقيقة الراجل عامل أداء كويس جداً 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 تعالى وريق جرافن برخ في الحتة بتاعة الطلوع بالكورة إزاي حنطلع بالكورة هنا فان دايك وفان دايك ما عندوش أي قلق إنه يحط ثقته إنه يحط باس ما بين زيركزي وما بين كوبي ماينو وقدامه برونو فرنانس تروح للراجل اللي عليه الدائرة ده هتروح له جرافن برخ هيعمل كده يعني حيروح بس جزعه يطلع كوبي ماينو بره الكورة وياخد الكورة ويروح ويكمل بص بقى وصله كامل لعيب بقى أبيض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على أربعة والكورة دي على فكرة اللي جي منها الجوم بتاع أليكساندر أرنود واتلغى بعد كده مرة تانية هنا ليفيربول بيطلع إبراهيم أكوناتي لماك أليستر وبص جرافن برخ هو اللي قالت دايرة ده اللعيب الأصمر مضغوط عليه الكورة هتروح من ماك أليستر لطرف من أطراف الملعب وبص 38 ده هيجري إزاي يتحرك في ظهر اللعيب اللي بيضغط بييجي هنا تحت ياخد الكورة من أرنود يوقف الكورة كمل الهجمة هياخد الكورة ويحط الكورة لمحمد صلاح يطلعه الراجل كان بيعمل كل الأدوار الممكنة الحقيقة في المباراة جرافن برخ بالنسبة لي نجم واكتشاف الموسم حتى الآن في ليفيربول مع اعترافنا باللي بيعمله محمد صلاح استثنائي الاستمرارية هي كلمة السر تلعب موسم جامد قوي وبعدين تضرب غطس مفيش عند محمد صلاح الكلام ده محمد صلاح بسم الله ما شاء الله يعني راكب الساروخ طول الوقت وقوة صلاح يا جماعة انه يقدر يطور من نفسه ويأدابت نفسه يورجن كلوب في بداية الحقبة بتاعته كانت صلاح بيفتح عرض الملعب قوي وبعدين يبدأ يخش الجوة ساعات وبعدين صلاح تحول الى بلاي ميكر بعدين تحول الى مهاجم تاني بعدين بأدوار جديدة مختلفة مع أرني سلوت الراجل ما عندهش أزمة هو تحس ان الخبرة اللي بقت عندي صلاح هاخد أجمت حاجة من كل مدرب وبعمل لنفسي فيرجن جديد بعمل لنفسي شكل مختلف لمحمد صلاح مزهل الحقيقة أسيستات ودقة التمريرات قوي جدا فنش على الجون سرعة في الشورت سبرينت في المراحل الأخيرة صلاح ما بقاش بيحاول يخش بقى اخناقة ايه لعب للكورة في ظهر 3-4 واروح لا لا بقى زاكي قوي بيعرف يتمركز ازاي ازاي بياخد اللعيبة في ظهر ويروح بهم المبهر واللي العالم كله بيتكلم عليه هي قصة ان محمد صلاح هداف ليفر بول في منشستر يونيتد على بر الطريق لا ده هداف كل الفرق الإنجليزية أكتر لعيب سجل في مرمى منشستر يونيتد بعظمته في البريمير ليج هو محمد صلاح مش بس كده انت بتتكلم النهاردة ان فيه إحصائية للبي بي سي مهمة جدا يقولك ان صلاح حطينه في وسط مين أكتر لعيبة سجلت أهداف في ملعب الأول ترافورد في وسط لعيبة منشستر هتلاقي اسم محمد صلاح هتطلع لنا دلوقت الإحصائية دي مهمة جدا ان انت قاعد بتشوف مين أكتر لعيبة سجلوا في الملعب ده فطبيعي يكونوا لعيبة مين لعيبة منشستر يونيتد هتلاقي في المركز الخامس محمد صلاح الرجل يعني ما بيهزرش بسجل 12 جون في منشستر يونيتد في الدوري غير 3 في بطولات تانية يعني 15 جون حصيلة أهداف محمد صلاح هتتعرض لنا دلوقتي كل الحالات أو كل الأرقام بتاعت محمد صلاح عشان تعرف اللي وصله وصلاح ده مبهر مبارح لما تسأل واتكلم على العقد وقال ان خلاص ده الموسم الأخير ليا وانا بستمتع بالموسم ومحدش تواصل معايا أوتوماتيك النهارده الأخبار طلع في بريزي رومانو اتكلم من شوية والراجل قال ان فرقة ليفر بول وإدارة ليفر بول هتعمل على تجديد عقد صلاح على يورجينك على صلاح وعلى فان دايك وعلى أرنولد من دلوقتي وده الكلام المتوقع اللي كنا لمحنا ليه مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت بص جولز أتقول ترافورد أول كمبيتشنز في كل المنافسات من 24 يناير 2021 ماركوس راشفورد مسجل 31 جون وهو لعيب لمانشستر يونيتد برونو فرناندس 29 كريستيانو رونالدو 17 سكوت مكتوميناي 13 محمد صلاح 10 انت لو واهلة تقول الرقم ده اسم صلاح هنا جاي غلط اسم صلاح داخل فوست هدفين منشستر يونيتد من كتر ما صلاح سجل أهداف في مرمى منشستر يونيتد بص محمد صلاح الخصم المفضل لمحمد صلاح أو المنافس المفضل مسجل في منشستر يونيتد 12 مسجل في أرسنل وستهام عشرة ثم بونموس برايتن ليتز توتنم سبيرز واتفورد 9 أهداف أرقام مزهلة أرقام مزهلة الحقيقة والحلوة فيها إن مبرح بعد المطش لما تسأل جيني كاريجر بيسأله على العقد فالرجل بتاع منشستر يونيتد قال له ما تجيش هنا تاني يعني اللعيب منشستر يونيتد اللي موجود في الستوديو قال له يعني بيتمنى لك التفيل بس ما تجيش هنا تاني لأنه خلاص بقى وجود محمد صلاح بقى ضيف تقيل قوي 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 على منشستر يونيتد وعلى الأورترافورد ولكن تحية كبيرة قوي لأرني سلوت على بداية موسم قبل تأكيد لسه بدري لأنه ده موسم صعب جدا لليفربول فوسط منافسة شارسة مع أرسنل ومنشستر سيتي وكمان لسه هيخش على دوري أبطال أوروبا بالتعديلات الجديدة اللي موجودة فيه برافو على محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله يوم ولا يومين هتلاقوه في استدريبات منتخب مصر ويتمنى له يا رب كل التوفيق مع منتخبنا إن شاء الله شكرا للمشاهدة